السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروه من مطبق مروه النهار دا نعمل مع بعض مخلل اللمون والزتون بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم ده مخلل اللمون بتاعنا بعد ما استوى عايز اوري لكم قد ايه هو جميل طبعا هو البرطمون كان كامل للاخر بس احنا كان لنا منه طبعا فهوره لكم ازاي استوى وبقى زي الزبدة واللمونة مش مهرية ولا اي حاجة ولا الفلفل جامدة زي ما هي وفي نفس الوقت مستوية وحلوة جدا بصوا الفلفل طبعا ما خلليله مع اللمون تحفى بصوا اللمون وده قشر اللمون اللي احنا حطينه على الوش ده كان قشر اللمون يعني وبرده طعمه جميل جدا وما يتفرقش عن اللمون خلص جميل بجده يعجبكم جدا تعالوا نشوف اللمون قد ايه زبدة ومستوي وجميل بصوا اللمونة نشفة زي ما هي اهي وبصوا بقى من جوا بصوا مستوية وطعمها بجد خطير يعني ودي القشر بتاعه برضه وبصوا جميل جدا جدا والفلفل بتاعنا نشف ومش مهري ولا اي حاجة اللي احنا مخللينه مع اللمون جميل وطعمه حلو قوي نخلل بجد يعني انضف واحلى من برة بكتير وطريقته سهلة جدا وبسيطة وهتعمليها ومبياخدش وقت خالص وبصوا الفلفل اهم حاجة انه جامد ومش مهري تعالوا بقى نشوف الزتون بصوا الزتون طحفة بجد يعني الزتون مفتحناش عليه عنفتح عليه بقى ايه مع بعض بصوا برضو القشر اللي احنا حطيناه على الوش ده جميل جدا بس تبصوا هنا لون الزتون لون اللي احنا مقللينه مع الزتون اللمون اللي مقللينه مع الزتون هتلاقوه غامق شوية عن اللمون اللي متخلل لواحده لان هنا الزتون وبصوا ازاوري لكم الفرق بصوا اللون ده من اللون ده لان هنا ده مع الزتون اصمر فاني اللون جي عليه يعني وهنا برضو مخللين فلفل مع بعض في الزتون بصوا الفلفل متميزك بصوا هنا برضو الفلفل لونه مختلف بقول لكم بصوا الفلفل برضو مش مش طاري ولا مهري لا ده ناشف واضح طبعا ان هو ناشف وجميل جدا ازاوري لكم كمان الزتون طبعا ده الزتون التفاحي الاخضر بس انا عملته لما هو يعني انا شريك كده يعني مش مستوي اللونه غمق بقى اللون اللي هو البتنجاني او الاسود لكن هو نفس الطريقة اللي احنا نعملها دلوقتي هي هي نفس الطريقة اللي تتعامل مع الزتون التفاحي الاخضر عادي جدا هو ده بصوا اهو هو ده كان زتون تفاحي اخضر بس طبعا لما بيتساب شوية بيصمر زي كده اهو حتى هتلاقو فيه حتة فتحة وحتة مسمرة آآ ده اسمه الزتون المخدد او التفاحي جميل جدا بصوا الزتونية من جوه بصوا مستويه ازاي الزتون ده قعد هو واللمون شهر بالضبط واستوى تماما لغاية لما وصلنا للدرجة دي يعني ان هو يبقى مستوي كده بصوا بصوا جميله بصوا كمان وما فيهوش ريحة المرارة احنا بقى لنا شهر وما نقعناوش ولا عملنا اي حاجة تعالوا نشوف عملنا الزتون الحلو دوت ازاي واللمون ازاي وازاي نعمله وما يبقاش فيه مرارة ويبقى طعمه جميل جدا ومستوي وحلو قوي زي ما احنا هنشوفه كده يلا بينا اول حاجة هنا معي لمون طبعا الكمية اللي انت عايزيها هقسله كويس جدا تحت الميا الجرية لازم يتغسل كويس جدا وبعد اما هقسله هنبتيجي بقى اي نشتغل فيه للمون كويس جدا وغسلت الزتون كمان غسلتهم كويس جدا جدا تحت الميا الجرية كزا مرة بص اهي شكل الزتونة تحفا شكلها جميل وطعم جميل آآ وغسلتهم كزا مرة زي ما انتم شايفين كده هنبتيجي بقى اي نخلي لو عندي هنا اللمون عندي في اللمون كده لقيت كم لمونية طرية يعني حبة لمون طاري او لو ما فيش في طاري لان انا كنت جابه بقى اليومين لو ما فيش في طاري عادي خالص خدي كم يعني خدي حبة كده دول اللمون ده اتنين كيلو ونص انا خدت منهم حوالي نص كيلو كده وقطعته زي ما انتم شايفين انصص هقطعه كده كله انصص النص كيلو بس وهوركوا نعمل كيلو اللمون انصص زي ما انتم شايفين كده وهبتجي بقى عندي مية بتغلي على النار هبتجي ايه احط فيها الانصص بتاعة اللمون اللي احنا مقطعينها دي وهسيبها تغلي كده كم غلوة معي وبعد كده ايه نشوف انا نعمل فيه ايه وعندي حلة تانية جنبها اه فيها مية برضو بتغلي وهحط فيها اللمون اللي احنا غسلني وهنا في الحلة التانية عبتجي هنا بص هو الانصاص اللمون بتادي تغلي هنا لسه كادマغليتش هحط فيها اللمون الصحيح اللي احنا ما جناش جنبه خالص يا طبق غسلنا بس وهسيبه اللمون الصحيح ده عايزي يغلي غلوة يعني بعد اما المية تبتجي تغلي هعدله غلوتين يقلب قلبة والتانية وهروح جاية شيليه. عندما اللمون الانصص ده هسيبه يغلي شوية يعني حبة كده. لقتين تلاتة كده يغلي. هنا بعد ما قالها بقلبتين بس. آآ هطلع اللمون اللمونية الغمقة دية لمونة خضرة. عشان كده لونة غامق بعد ما ده غلت يعني. هطلع هنا اللمون بتاعي الصحيح. وبعد كده هطلع الانصص. الانصص طبعا قعد وقت اكتر من من اللمون الصحيح لان انا كده كده عايزة ينزل كل المية اللي فيه في المية. ان المية ديت هي اللي هنعمل بها المحلول الملحي بتاع المخلل. يعني مش هنرميها ولا حاجة. هنا هطلع اللمون طلعته خلاص. طلعت اللمون خلاص عندي الزيتون. بسلته طبعا زي ما احنا شفنا. آآ هسيب بقى اللمون يبرد خالص عشان اشتغل فيه. هنا عبالة لما اللمون يبرد هبتيجي فتح الزيتون بتاعي. بصو الزيتون بعمله تلات فتحات كده بالسكينة من يعني تلات فتحات كده. من كل جنب كده فتحة. هفتحه كله بنفس الطريقة جيت. وبعد كده نبتجي ايه نخليله مع بعض. بعد ما فتحت الزيتون كله زي ما احنا شفنا كده هبتيجي فتح الفلفل طبعا غزلت الفلفل كويس جدا. وهبتيجي عمله بس زي خرم كده غزة كده بالسكينة بسيطة مش قوي يعني. آآ كده زي ما احنا شايفين هفتحه كله كده وبعد كده ايه نبتجي نشتغل فيه. طبعا اللمون آآ الزتون مع فلفل ولمون بيخليه تعمو حلوة جدا هنا فقا كنت خلاص اللمون بتاعي برد سيبته لما برد خالص من فاش تشتغل فيه لو هو برد خالص. حضرت الجزر وحاجات يعني علشان المخلل بشرت الجزر كده زي ما انتم شايفين. وهنا انصص اللمون اللي عندي هبتيجي عصرها في الحلة لان ديتها نخلل بيها الزتون. هبتيجي عصرها كده. طبعا الطريقة دي اسهل بكتير ان آآ بدلا ما تعصر اللمون هو لست ناشف. لأ آآ الطريقة دي اسهل والمية بتاعته بتبقى ايه فيها عصرة اللمون كده اللي احنا هنخلل بيها بتبقى حلوة جدا. هفضل عصر اللمون للانصص بتاعي دوات كله. لغاية لما اني اخلصه خالص وبعد كده ايه هنبتجي نخلل بيها دي قشر اللمون اللي احنا عصرناه واجي المية بتاعت اللمون اللي طلعت من عصر اللمون. هعمل ايه بقى اول حاجة? هجيب مية يعني مقدار مية من اللي احنا كنا سلقين فيها اللمون. دي مية من اللي احنا سلقين فيها اللمون. حطتها على اللمون اللي احنا عصرناه. مع لهاش اي حاجة تاني. وبعد ان جبت الفلفل هحط عليه كمية الجزر اللي عندي. وهقلبهم مع بعض. يبقى حطينا اول حاجة مع المية اللي سلقنا فيها اللمون. اللمون اللي احنا عصرناه. عصير اللمون اللي احنا عصرناه. دوبناهم مع بعض. وهنا حطينا الفلفل مع الجزر. اهم حاجة ان اللمون يكون بارد جدا والمية بردة بدرجة حرارة المطبخ. ما تمفعش حتى يكون دافية. الا هتبوزلك المخلل. هقلب الجزر مع الفلفل كده. هنا بقى عندي البرتمون اللي هخلل فيه. برتمون طبعا مخصول كويس ومتعقم. اول حاجة هحط حبة فلفل وجزر كده في البرتمون. هحط بقى ايه بالتناوب كده? حبة فلفل وجزر وحبة لمون. حبة فلفل وجزر وحبة لمون. طبعا تقدر تستغني عن الفلفل لو انت بيش عايزة تقلي يعني مع اللمون عادي. بس طبعا بيدي له طعم خطير وهو نفسه بيبى حلو جدا. ما حط زي ما انتو شايفين كده طبقة فلفل وطبقة لمون. طبقة فلفل وطبقة لمون لغاية لما خلص البرتمون كله. اه زي ما احنا شايفين كده هفضل حط طبقة وطبقة. سهل جدا وبسيط ما بياخدش منك وقت خالص وانت وقفة بتعملي اي حاجة في المطبخ هتعمليه منتاز سهولة. وحلو جدا والنتيجة بتاعته بتبقى تحفع بجد الطعم ولا اروع. واحلم اللي بنشتري من برة وانضف بكتير. بصوا او شكل البرتمان بعض اما رصناه. طبعا الفلفل مع اللمون بيعملوا طعم خطير. كده خلاص خلصت مقلل اللمون. جيب بقى مقلل للزاتون. اول حاجة هنا عندي الفلفل والجزر اللي اتبقه. هحط عليهم. انا يعني ما لقيتش كرفس فكان عندي كرفس في الفليزر مجمد. فاحط عليهم عادي جدا لو انت عندك كرفس عادي هاتي حزمه وقطعيها. اه هحطها بقى كده. هاقلبها معيهم. عادي جدا. هتجيله ليحة طبعا وطعم بيبي حلو جدا الزاتون مع الكرفس. وبعدين هجيب برضو برتمان يكون يشوفه متعقم وهبتدي ارص في المخلل بتاعي. هحط طبقة من الفلفل والجزر والكرفس مع بعض. واحط طبقة من الزاتون. وهكزا زي ما عملنا مع اللمون بالضبط لغاية لما خلص كل الطبقات بتاعة البرتمون. اه زي ما انتو شايفين كده طبعا نقدر نعمل مخل اللمون والزاتون مع بعض بنفس البرتمون. اه نقدر نعملهم الاتنين مع بعض. بصوا ده قشر اللمون اللي احنا عصرناه. عبتدي حطه كده على وش البرتمان بتاع الزاتون. وعلى وش برتمان اللمون برضو. عشان ما يعملش اي تعفن ولا حاجة. يعني يحمي البرتمان من فوق. وبرضو بيتكل هو بيعملش اي حاجة. واللمون زي ما انتو شفتو الزاتون فتحنا عليه ما لاناش عليه اي ريمة ولا اي حاجة. لان احنا مخلينه بمية سلق اللمون. ودي طبعا معقمة. فعمرها ما هتعمل اي ريمة ولا اي حاجة من فوق. هحط كده الاشرب بتاع اللمون من فوق. طبعا نقدر نخلل اللمون والزاتون في نفس البرتمون. اه. بس انا ليه مخللتهمش في نفس البرتمون. انا طبعا بتبدو بالبرتمون علشان اه لو في اي فراغات تتميلي. اه ما عملتهمش في نفس البرتمون لان هنا عندي الزاتون غامق. فهيغمقلي الفلفل واللمون اللي انا هحطهم. اه بصوا شكله احفظ ازاي. لكن لو عندي كنت جايبة الزاتون التفاحي الاخدر كنت حطتهم مع بعض عادي جدا. بصوا اه هوة الحبة اللي فضلوا قشر لمون يعني وفلفل حطتهم هنا ببرتمون لوحدهم صغير كده. هنا عندي بقى المية اللي احنا حطنا لها عصير اللمون. احط لها معلقتين كده كبار من من هارسة الشطة. طبعا لو عندي كيس هارسة شطة. معلقة سكر. ما عندي كيس ما عندي كيس هارسة شطة. ممكن تحطي ايه? اه تحطي. انا هنا حطيت الملح بالمعلقة. بس لقا انت حطي كباية الا ربع ملح. اه نعمي. اما كباية ملح خشن. انا هنا حطى ملح خشن. حطيت كباية ملح خشن على كل لتر موية. على كل لتر موية. هنحط معلقتين هاريسة شطة. انا هحط هاريسة شطة تاني على فكرة. آآ معلقتين هاريسة شطة. معلقة كركم. معلقة سكر. معلقة خل. آآ معلقتين حبة البركة. وآآ لو ما صلي على النبي. ونحط عليهم آآ كباية ملح خشن او كباية الا ربع ملح نعم لو انت ما عندكش ملح خشن. وهندوبهم كويس جدا. ودوت المحلول اللي هنخلي فيه الزتون واللمون. طبعا انا هسيب لك آآ يعني المقدير في صندوق الوصف عشان لو انا في حاجة يعني انسيت اقولها في الفيديو. هسيبها لك في صندوق الوصف لكل لتر مية قد ايه بالضبط كمية الملح وكمية الحاجات اللي بنحطها عليه. زي ما قلتلك لو انتي ما عندكش آآ هاريسة شطة ممكن تستخدمي فلفل احمر او اغضر حامي زي اللي احنا مخللينه ده وتفرميه وتحطيه. هنا عندي ده خل على فكرة لان انا مش عاملة لتر مية انا عاملة اكتر من لتر. لان طبعا زي ما انتم شايفين كمية المخلل بس انا هحطلك في صندوق الوصف المأزير لكل لتر مية. هنا خلاص كده حطيت المحلول بتاع يعني دوبته كويس جدا وهبتدي اسئي بينا لقيته كده هيغرق للدنيا فبتدي جبت مغرفة وبتديت اعمل بيها احسن. جبت مغرفة كده زي ما انتم شايفين وبتديت اصب بيها. طبعا لو ما عندكيش هارسة شطة زي ما قلت لكاتي فلفل زي اللي احنا مخللينه ده احمر او اخدر وفرمي وكده خلاص وتقدري تستخدميه عادي. واو فلفل رومي لو انت بتحبش الحاجة حامية فلفل رومي احمر اه او فلفل الوان احمر وفرمي وبرضو استخدميه. هيديك نفس النتيجة ان شاء الله. طبعا تقدري تستخدمي اه اي نوع فلفل انت بتحبيه بس يعني الفلفل دوت اه بيخلي كده لللمون والزتون طعم يعني لانه فيه حرقان شوية يعني هو بيبحامي شوية كده زي الشطة فانا كده عاملة كل البرطمون تملي كل البرطمون لغاية فوق لازم تمليه لغاية فوق فيه كمان حاجة عايز اقولها لكم على اللمون بالزيت اللمون طبعا من الحمضيات فبيبتدي يعني بيشرب المية وبينزل كمان ميته في في المخلل فبتلاقيه فور يعني لو انت هتحطيه جود لام مطبق ولا حاجة حطيه على صنية عشان لو نزل اي حاجة من البرطمون حتى هو مقفول ينزل على صنية عشان ما بيبوز لكيش الدنيا لان ممكن تلاقيه بعد يومين ولا حاجة منزل مية كده هننزل على البرطمون كده بعد ما عبيتهم كلهم هبتجي هنا حط على وشهم زيت علشان لا يعمل ريمة ولا عفن ولا اي حاجة حط على وشهم كده زيت دي الميدور كده على بعد ما حطينا قشر اللمون وخلاص كده وكده المخلل بتاعنا خلص هبتجي يجيب كيس التلاج عادية وفتحتها او هحطها كده على وش البرطمون وهقفل وحق مهما كان الغطى بتاعي محكم لازم اعمل كده علشان اللمون بتاعي اضمن انه بيخشوش اي هوا هو او الزتون او اي نوعية مخلل بنخللها وده يحفز عليه اكتر هقفله كده وخلاص كده انتهى معينا اللمون والزتون وان شاء الله احنا هشوفناه طبعا بعد ودوت بعد اما انا خليلته وقعد معي بالضبط شهر شهر وكلنا منه تحفى جدا زبدة بعد الشهر بجد زبدة زبدة يعني ما قولكيش احلى من اللي بتشتريه من بره مراحل انا همسح البرطمونات بقى من بره كده لو اي حاجات عليهم عشان يبهوا نضوف وخلاص كده وخلصنا المخلل بتاعنا وهشيله ودي شكله النهائي بعد اما خلص بصو جميل قد ايه وبجد بجد كان طعم تحفز زي ما شفناه في اول الفيديو قد ايه مستفى جميل ياريت تجربوكي الطريقة دي ان شاء الله يعجبكم لو اعجبكم طريقتي بتقليل اللمون والزتون ما تنسوش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان وصلكم مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته